بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقل النسياننا وافتح لنا نبأ بالخير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام السيطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور ووصلنا إلى قول الإمام وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصحها عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال فيروز يا أبا عباس قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فكأن ابن عباس رضي الله عنهما اتهمه فقال ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال إنما سألتك لتخبرني فقال ابن عباس رضي الله عنهما هما يوما ذكرهم الله تعالى في كتابه الله أعلم بهما وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب رضي الله عنه فسأله عنها إنسان فلم يخبر ولم يدري فقلت ألا أخبرك بما أحضرت من ابن عباس قال بلى فأخبرته فقال للسائل هذا ابن عباس رضي الله عنهما أبى أن يقول فيهما وهو أعلم مني وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كان مقداره ألف سنة مما تعدون قال لا ينتصف النهار في مقدار يوم من أيام الدنيا في ذلك اليوم حتى يقضى بين العباد فينزل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ولو كان إلى غيره لم يفرغ من ذلك خمسين ألف سنة وأخرج ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه في يوم كان مقداره ألف سنة يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد وذلك مقدار ألف سنة لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في الآية يقول مقدار مسيرة في ذلك اليوم ألف سنة مما تعدون ومن أيامكم من أيام الدنيا بخمسمائة نزوله وخمسمائة صعوده فذلك ألف سنة وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يعرج إليه في يوم من أيامكم هذه ومسيرة ما بين السماء والأرض خمسمائة عام وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه ألف مما تعدون قال من أيام الدنيا والله أعلم قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون أخرج ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يقرأها الذي أحسن كل شيء خلقه قال أما رأيت القردة ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقها وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولي أحسن كل شيء خلقه قال أما أما أن آست القردة قردة ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقها وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قولي أحسن كل شيء خلقه قال صورته أحسن صورته وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أحسن كل شيء خلقه فجعله الكلب في خلقه حسنة وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أحسن كل شيء خلقه قال أحسن بخلق كل شيء القبيح والحسن والحياة والعقارب وكل شيء مما خلق وغيره لا يحسن شيئا من ذلك وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله أحسن كل شيء خلقه قال أتقن لم يركب الإنسان في صورة حمار ولا الحمار في صورة إنسان وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمر بن زرارة الأنصاري في حلة قد أسبل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بناحية ثوبه فقال يا رسول الله إني أخمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر بن زرارة إن الله أحسن كل شيء خلقه يا عمر بن زرارة إن الله لا يحب المسبلين أما المسبل فهو الذي يرخي ثوبه دون الكعبين وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسبل إزارة فقال له ارفع إزارك فقال يا رسول الله إني أحنف تستكرك بتايا قال ارفع إزارك كل شيء خلق الله حسن وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله وبدأ خلق الإنسان من طين قال آدم ثم جعل نسله قال ولده من سلالة من بني آدم من ماء مهين قال ضعيف أي نطفة الرجل وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله جعل نسله قال ذريته من سلالة هي الماء ثم سواه يعني ذريته وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله من سلالة قال ماء يثل من الإنسان من ماء مهين قال ضعيف وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله أئذا ضللنا قال هلكنا وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج عن عطاء ابن ربي رباح رحمه الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد كيف نعاد ونرجع كما كنا وأخبرت أن الذي قال إذا ضللنا أبي بن خلف قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون أخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن نفسين اتفق موتهما في طرفة عين واحد في طرفة عين واحد في المشرق وواحد في المغرب كيف قدره ملك الموت عليهما كيف قدر ملك الموت عليهما قال ما قدرة ملك الموت على أهل المشارق والمغارب والظلمات والهواء والبحور إلا كرجل بين يديهما إذة يتناول من أيها أشاء وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ملك الموت واحد والزحفان يلتقيان من المشرق والمغرب وما بينهما من الثقط والهلاك فقال إن الله تعالى حوى الدنيا لملك الموت حتى جعلها كالتصط بين يدي أحدكم فهل يفوتوا منها شيء وأخرج ابن جرير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال ملك الموت الذي يتوفى الأنفس كلها وقد سلط على ما في الأرض كما سلط أحدكم على ما في رحلته معه على ما في رحلته معه ملائكة من ملائكة الرحمة وملائكة من ملائكة العذاب فإذا توفى نفسا طيبة دفعها إلى الملائكة الرحمة وإذا توفى خبيثة دفعها إلى ملائكة العذاب وأخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قال لما اتخذ الله إبراهيم خليلا سأل ملك الموت ربا أن يأذن له فيبشر إبراهيم عليه السلام بذلك فأذن له فأتاه فقال له إبراهيم عليه السلام يا ملك الموت أرني كيف تقبض أنفاس الكفار قال يا إبراهيم لا تقيق ذلك قال بلى قال فأعرض إبراهيم ثم نظر إليه فإذا برجل أسود ينال رأسه السماء يخرج من فيه لهب النار ليس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل يخرج من فيه ومسامعه لهب النار فغشي على إبراهيم عليه السلام ثم أفاق وقد تحول ملك الموت في الصورة الأولى فقال يا ملك الموت لو لم يلقى الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك لكفاه فأرني كيف تقبض أرواح المؤمنين قال أعرض فأعرض ثم التفت فإذا هو برجل شاب أحسن الناس وجه وأطيبه في ثياب بيض فقال يا ملك الموت لو لم يرى المؤمن عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه وأخرج الطبراني وأبو نعيم وابن منده كلاهما في الصحابة عن الخزرج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ونظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال يا ملك الموت أنفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال ملك الموت عليه السلام طب نفسا وقر عينا واعمل بأني بكل مؤمن واعلم بأني بكل مؤمن رفيق واعلم يا محمد أني إني لأقبض روح ابن آدم فإذا صرخ صارخ قمت في الدار ومعي روحه فقلت ما هذا الصارخ والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره وما لنا في قبضه من ذنب فإن ترضوا بما صنع الله تؤجروا وإن تسخطوا تأثموا وتؤزروا وإن لنا عندكم عودة بعد عودة فالحذر الحذر وما من أهل بيت شعر ولا مدر بر ولا فاجر سهل ولا جبل إلا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة حتى أنا لا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو يأذن بقبضها أي هو الفاعل بقبضها وأخرج ابن أبي الدنيا وأب الشيخ في العظمة عن أشعث ابن شعيب رضي الله عنه قال سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت واسمه عزرائيل وله عينان في وجهه وعين في قفاه فقال يا ملك الموت ما تصنع إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووضع الوباء بأرض والتقى الزحفان كيف تصنع قال أدعو الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعي هاتي وأخرج ابن أبي الدنيا وأب الشيخ وأبو نعيم في الحيلة عن شهر ابن حوشب رضي الله عنه قال ملك الموت جالس والدنيا بين ركبتي واللوح الذي آجال بني آدم بين يديه وبين يديه ملائكة القيام وهو يعرض اللوح لا يطرف فإذا أتى على أجل عبد قال اقبضوا هذا وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن خثيمة رضي الله عنه قال أتى ملك الموت عليه السلام سليمان ابن داود عليهم الصلاة والسلام وكان له صديقا فقال له سليمان عليه السلام ما لك تأتي أهل البيت فتقبضهم جميعا وتدع أهل بيت إلى جنبهم لا تقبض منهم أحد قال لا أعلم بما أقبض منها إنما أكون تحت العرش فيلقى إلي الثكاك فيها أسماء وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن جريج رضي الله عنه قال بلغنا أنه يقال لملك الموت اقبض فلانا في وقت كذا في يوم كذا وأخرج سعيد ابن منصور والإمام أحمد في الزهد وأب الشيخ عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال ما من أهل بيت إلا يتصفحهم ملك الموت عليه السلام في كل يوم خمس مرات هل منهم أحد أمر بقبضه وأخرج ويبر عن الضحاك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال وكل ملك الموت عليه السلام بقبض أرواح آدمي فهو الذي يلي قبض أرواحهم وملك في الجن وملك في الشياطين وملك في الطير والوحش والسباع والحيتان والنمل فهم أربعة أملاك والملائكة عليه السلام يموتون في الصعقة الأولى وإن ملك الموت يلي قبض أرواحهم ثم يموت فأما الشهداء في البحر فإن الله يلي قبض أرواحهم لا يكل ذلك إلى ملك الموت لكرامتهم عليه وأخرج ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وكل ملك الموت عليه السلام بقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم وأخرج ابن أبي الدنيا والمروز في الجنائز وأبو الشيخ عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه أن ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجع فسبه الناس ولعنوه فشك إلى ربه فوضع الله الأوجاع ونسي ملك الموت وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الأعمش رضي الله عنه قال ملك الموت عليه السلام يظهر للناس فيأتي للرجل فيقول اقضي حاجتك فإني أريد أن أقض روحك فشك فأنزل الداء وجعل الموت خفية أي هي أسباب والله تعالى يتولى قبض أرواحه قبض أرواحهم وملك الموت سبب ليس له في الخلق ولا في الحياة والموت أي إيجاد أو إعدام إنما هو مظهر من مظاهر أسبابه وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطوة ملك الموت عليه السلام ما بين المشرق والمغرب وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعوده فإذا ملك الموت عليه السلام عند رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت ارفق ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فإنه مؤمن آدم فيصرق أهله فأقوم في جانب من الدار فأقول والله ما لي من ذنب وإن لي لعودة وعودة الحذر الحذر وما خلق الله من أهل بيت ولا مدر ولا شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفعهم في كل يوم وليلة خمس مرات حتى إني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم والله يا محمد إني لا أقدر أقبض روح بعوضة حتى يكون الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر بقبضه وأخرج بن جرير عن قتال رضي الله عنه في قول الله تعالى قل يتوفاكم قل يتوفاكم ملك الموت قال ملك الموت يتوفاكم وله أعوان من الملائكة وأخرج بن جرير عن مجاهد رضي الله عنه قال يتوفاكم ملك الموت قال حويت له الأرض فجعلت له مثل طست يتناول منها حيث أشاء قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا قال أبصروا حين لم ينفعهم البصر وسمعوا حين لم ينفعهم السمع وفي قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها قال لو شاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله أنزل عليهما من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وأخرج الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعتذر إلى آدم يوم القيامة بثلاثة معاذير يقول يا آدم لو لا أني لعنت الكذابين وأبغض الكذب والخلف أعذب عليه لرحمت اليوم ذريتك أجمعين من شدة ما عددت لهم من العذاب ولكن حق القول مني لمن كذب رسلي وعصى أمري لأملأن جهنم منهم أجمعين ويقول يا آدم إني لا أدخل أحدا من ذريتك النار ولأعذب أحدا منهم بالنار إلا من قد علمت في سابق علمي أنني لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر مما كان فيه لم يراجع ولم يعتب ويقول له يا آدم إن قد جعلت اليوم حكما بيني وبين ذريتك قم عند الميذان فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم فمن رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة حتى تعلم إني لا أدخل النار اليوم منهم إلا ظالما وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا قال تركتم أن تعملوا تركتم أن تعملوا للقاء يومكم هذا وأخرج ابن أبي الدنيا عن الضحاك رضي الله عنه في قول الله تعالى فذوقوا بما نسيتم قال اليوم نترككم في النار كما تركتم أمري وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله وابن أبي حاتم إننا نسئناكم قال تركناكم وأخرج البيهقي في شعب الإيمان وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في شأن الصلوات الخمس إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا أي أتوها وسبحوا أي صلوا بأمر ربهم وهم لا يستكبرون عن إتيان الصلوات في الجماعات نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء المحافظين على الصلوات الخمس القائمين بها المتقين ليلا ونهارا القائمين على تقوى الله عز وجل في كل نفس وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى